وبما ان الكابتن جده فتح كلام على الكابتن شاو غريب فهي فرصة برضو بصراحة اقول كلمتين من نفسي على الكابتن شاو غريب الراجل ده مع منتخب مصر الاول السلسية الافريقية الشهيرة كان دائما في الكواليس يتقال ان كان له جزء كبير من القراءة مع الكابتن الكبير المعلم كابتن حسن شحات يعني له جزء كبير في النجاحات مش مجرد شخص موجود في الجهاز الفني له جزء كبير من النجاحات تسلم مهمة المنتخب الاول عشان بس الناس يقولك تعالي بقاها تحصيات المدرب بس ما بياخدوش وقتها او ما بيفتكوش وقتها كان الوضع عامل ازاي تسلم مهمة المنتخب الاول في مرحلة انتقالية في منتهى الصعوبة ومش عايز اذكر الاسماء اللي كانت هي نجوم الكرة المصرية وقتها او القوامل الاساسي للمنتخب في هذه الفترة عشان هي اسماء ما كانتش تليق انها تلعب لمنتخب مصر بس كان مضطر فمرحلة كانت صعبة وما عدتش بشكل جيد مع منتخب الشباب برونزيت كاس العالم مع المنتخب الاولمبي كاس الاوم الافريقية في الاولمبيات انا لحد هذه اللحظة ما عرفش لماذا هوجم بهذا الشكل حتى هذه اللحظة انا ما فهمش اه طبعا فهم ان الجماهير بتبقى عايزة اللي هو ايه لما اللعب البرزيل نتساوهم اربعة ونلعب معهم مبارا حلوق ونهاجم ونسجل وبتاع بس احنا تعلمنا مع الوقت انه فيه امكانيات مختلفة ورغم كده هو في مجموعته طلع الارجنتين وسعد مع اسبانيا يعني كان الطبيعة برضو المجموعة بتاعته كان الارجنتين وسعد هو واسبانيا واجه البرزيل حظنا كالعادة يعني بناخد في قشنا المنتخبات الكبيرة اللي هي الرقم واحد خسرنا خسرنا بهدف على ما اتذكر على ما اتذكر هدف او هدفين بس يعني كانت النتيجة برضو ما كانتش خسارة لقدر الله مهينة تمام جيت كابتن شوء غريب وبصراحة شديدة انا استغربت جدا جدا ان نوافق على تدريب المقرون العرب الموسم اللي فات وقلت النفسي انا كابتن شوء ايه ده انت اصلا يعني الناس طول الوقت جاي عليك فانت راح تضرب المقرون العرب وبيهبط تماما ديها هتحط برضو في السبيب بتاعك ان انت هبطت بالمقرون العرب هتحط للأسف فيعمل ايه يروح يعمل اعجاز مع المقرون العرب ويبكي على المقرون العرب فيه الدوري الممتاز بنتائج شبه مستحيلة تتكلم في خمس انتصالات واربعة تقريبا من ست مباراة على ما اتذكر يعني الموسم الماضي نتائج مش طبعية حتى على مستوى المقرون العرب تيجي السنة دي يطلع لك لعيبة شبه عشان واحد من من افضل المدربين اللي في مصر اللي بيعرفوا يتعاملوا مع الفئات السنية الصغيرة كانت انشاءها غريبة فيطلع لك لعيبة صغيرة مع المقرون العرب يعدوا بشكل جيد يعملوا شغل محترم يعمل فريق محترم بشكل عام في خبرات واجانب ولعبين صغيرين عشان المقرون العرب في هذه اللحظة في المربع الزهبي في الدولي فبصراحة شديدة عشان هو كان دايما السهل ان احنا ننتقد الراجل ده بصراحة في ايام صابقة السهل يعني طبعا يعني ايه اللي هو دايما المدرب المصري بينتقد بسهولة اكثر من المدرب الاجنبي كمان بس احقاك الحق انا بقولك كلمتين دول عشان انا بحط نفسي مكانه تمام لا محتاج ياخد حقه دلوقتي فالراجل ده عامل شغل عظيم عظيم جدا جدا مع فريق مقرون العرب وكان قبل كده عامل شغل عظيم ايضا بس كدش بياخد حقه طول الوقت في النهاردة على قاله والمقرون العرب في المركز الرابع ياخد حقه شوية فتحية للكابتن الكبير كابتن شوق غريب